أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالا زايد عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لمواجهة كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد وذلك بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة عبر الكول كونفرنس حيث أكدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد وتتضمن إجراء فحص الحمد النووي السريع لجميع الوافدين إلى البلاد سواء المصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهرت بها تحورات للفيروس بالإضافة إلى فحصهم ظاهريا وتوقيع الكشف الطبي عليهم